مين فينا مسمعش مقولة اتعب في السنوية علشان ترتاح في الكلية بس هل انت محتاج ترتاح في الكلية فعلا؟ انا طارق صادق وانت منورني السلام عليكم معاكم طارق صادق في حلقة جديدة زي ما كنت بقولك قبل الانترو في مقولة كده شهيرة كنا نسمعها اتعب في السنوية علشان ترتاح في الكلية بس هل انت فعلا لازم ترتاح في الكلية او هل انت لازم تكتفي بتاعب السنوية هي دي الحلقة بتاعت النهاردة خلينا اقول لك ان المقولة دي غلط بنسبة تتعدى المية في المية هقول لك ليه انت دلوقتي عادت ست سنين ابتدائي تلات سنين اعدادي تلات سنين سنوية قاعد في الفترة دي كلها مكرس حياتك للمذاكرة والتعب وانك تشد حيلك عشان تدخل الكلية اللي انت بتتمنها تمام من غاية هنا تمام تخيل بقى انك بعد كل التعب ده وبعد ما تدخل الكلية بتاعتك تريح وتنسى كل اللي انت تعبته ده وتضيعه منك هل انت كده تعبك في السنوية ريحت في الكلية اطلاقا تبتخيل معي بقى انك لما ريحت في الكلية ما عملتش اي حاجة في حياتك ولما خلصت الكلية بتاعتك بعد اربع او خمس او سبع سنين ايا كانت كليتك وبتعت قد ايه خرجت وبتبدأ من الصفر ولسه بتتدور على وظيفة وبتقدم لها السيفي بتاعك كواحد صفر خبرة صفر انجازات ما عملش اي حاجة في حياته تفتكر ان كده تعبك في السنوية فاتك في الكلية بس ما تقلقش انا مش جاي النهاردة علشان احبطك انا جاي النهاردة وجايب لك خمس حاجات لو انت مشيت عليهم في سنينك في الكلية صدقني انت بقيت في حتة تانية خالص الحاجات دي هي اول حاجة تقديرك في الكلية تاني حاجة الكرساط اللي انت تاخدها خلال الفترة بتاعت الكلية تالت حاجة هي القراءة وتجميع البيانات رابح حاجة وهي الانشطة والتطوع خمس حاجة وهي المنح خلينا نبدأ باول حاجة وهو تقديرك في الكلية بص يا سيدي انا مش هصعبلك الدنيا على الاخر وهقولك انت لازم تجيب امتياز في الكلية وانت لازم تبقى حاجة تانية وتشد حيلك وترتب على الدفع مش هطلب منك الكلام ده انا كل اللي انا طالبه منك انك تجيب جيد جيد يا طارق اه طالب منك تجيب جيد بس والجيد في مصر معروف انه من 65% فانا كل اللي طالبه منك هتجيب يا سيدي بس المهم ما تجيبش مقبول ليه ما تجيبش مقبول لان اللي بيجيب مقبول لو انت روحت السيفي بتاعتك بتقدمه في اي شركة وبص على التقدير بتاعتك لقاك مقبول فانت بيكون الاولوية للي جايب جيد وجايد جدا وجايب امتياز فانت لو جبت جيد مع الحاجات التانية اللي انا هقولها لك ده هيعوضك انك ما جبتش جايد جدا او ما جبتش امتياز لكن طبعا ده مش معنى انها بقول لك رايح دماغك وما تزاكرش انا بقول لك طبعا احاول اقل حاجة اقل حاجة حاد جايد لكن لو انت جبت جايد جدا او لو جبت امتياز فانت بتزود فرصك لكن الفكرة اللي هو اهم حاجة ما تنزلش عن جايد لان مع الحاجات التانية اللي اقولها لك مع الجايد دي انت هتخش صدقني هيبقى السيفي بتاعك قوي جدا فاول نصيحة ليا حاد في الكلية بتاعتك تقدير جايد وتاني حاجة هي الكورصات وده تعتبر اهم حاجة انا بقدمها لك النهاردة تخيل انك تكون بتقدم على وظيفة وبتطلع للسيفي بتاعك معاك تلاتين اربعين كورس بشهادات معتمدة هل تفتكر انه ممكن يرفضك وتخيل بقى لو انت بقى فاهم الحاجة اللي انت اخذ فيها الشهادة دي ومتمرس ومتمكن وعندك الخبرة هل تفتكر مع تقدير جايد او جايد جدا او امتياز هل هتترفض ولا هتتقبل اكيد هتتقبل من غير تفكير بغض النظر يعني عن الواسطة والمحسوبية انا بكلمك النهاردة بعيد عن الحاجات دي وبص يا سيدي مش هطلب منك تدفع فلوس كتير عشان تاخد كورسات وشهادات معتمدة وكده احنا دلوقتي في القرن الواحد وعشرين وفي سنة عشرين وواحد وعشرين يعني كل حاجة دلوقتي متاحة قدامك على الانترنت فانا النهاردة هسيبلك تحت في الدسكريبشن انزل بص هتلاقي سايبلك كورسات كتير في حاجات كتير بشهادات معتمدة يعني دخال انت راح تقدم على وظيفة وانت جايب له شهادة معتمدة من جامعة زي جامعة هارفرد مثلا وعشان كده بقدملك النهاردة اكتر من كورس من اكتر من مكان عندك اول حاجة جامعة هارفرد وهي واحدة من اهم الجامعات الامريكية جامعة هارفرد بتقدملك حوالي ربعمائة وخمسة كورس بشهادات معتمدة من الجامعة يعني دخال انت لما يبقى معاك عدد من الكورسات المعتمدة المجانية وحط تحت المجانية دي مليون خط تفتكر هتترفض ولا هتتقبل انت واحد داخل الشركة دلوقتي السلام عليكم انا معي شهادات من جامعة هارفرد اكيد بالنسبة كبيرة هتتقبل تاني حاجة جايبها لك النهاردة هي شركة اتش بي وهي واحدة من اشهر الشركات اللي كلنا نعرفها شركة اتش بي طرحها 27 كورس مجاني في مجالات مختلفة بشهادات معتمدة من الشركة تفتكر دلوقتي لو انت معاك شهادة من جامعة هارفرد شهادة من اتش بي ومعاك التأدير بتاعك في الكلية تفتكر هتتقبل ولا تترفض في الوظيفة بعد كده بقى عندك فيه اكتر من منصة بتقدم لك كورسات كتير بشهادات معتمدة وغير معتمدة وفي منها المجاني وفي منها المدفوع زي مثلا كورسيرا ويوديمي وبالمناسبة هيظهر لك دلوقتي حرف الاي هنا او هنا بفيديو بيشرح لك ازاي تاخد اي كورس مهما كان سعره على كورسيرا مجاني بنسبة 100% يعني انت لو دخلت على منصة كورسيرا دلوقتي ولقيت مثلا كورس ب100 دولار وانت عايز تاخده الفيديو ده هيعرفك ازاي تاخده بشكل مجاني 100% وطريقة قانونية 100% واضمنها لك تعال بقى نحسبها دلوقتي حزبة صغيرة كده تعال نعتبر انك في الترمي الواحد اخدت 3 كورسات من دول مع ان انت تقدر تاخد 10 و 20 كورس في شهر مثلا او شهرين لان الكورسات مش بتطول والحلو فيها ان هي مش بشكل مباشر يعني موجودة وانت بتدخل تاخدها في الوقت اللي ينسبك انت لكن تعال نعتبر ان اخدت في الترمي الواحد 3 كورسات بس يعني في السنة هتاخد 6 كورسات لو انت كليتك 4 سنين ف6 كورسات ب6 شهادات معتمدة في 4 سنين فانت جمعت 24 شهادة معتمدة تعال نتخيل انت واحد معك تقدير جيد معك 24 شهادة معتمدة من جامعات زي جامعة هارفورد وجامعات تانية زي اريزونا وبتقدم على وظيفة وانت فهم الحاجة اللي انت اخدت فيها الكورس تفتكر هتترفض ولا هتتقبل عايز انصحك نصيحة بس صغيرة قبل ما اخرج من الكورسات لو انت قبلك كورس مجاني لكن بشهادة غير معتمدة خده انا اللي بقول لك خد الكورس ده لان الكورسات اهم حاجة انك تاخد المحتوى بتاعها وتفهمه وتشتغل به عشان كده بتلاقي فيه مكتوب اعلان وظيفة مطلوب طالب حديث التخرج بس معاها مثلا 3 سنين خبرة او 4 سنين خبرة طيب ازاي انا لسه متخرج اجيب الخبرة منين هي ده الخبرة الخبرة بتكون عبارة عن التطوع والكورسات والحاجات اللي انت بتاخدها هي دي اللي بتبقى سنوات الخبرة مش لازم تكون انت اشتغلت بيدك بس على الاقل خدت كورس في المجال ده فده خبرة هي دي سنوات الخبرة فانت لما تاخد كورس بس بشهادة غير معتمدة لكن الكورس نفسه مفيد ومجاني فانت مخسرتش حاجة فانت شوية كورسات غير معتمدة على كورسات معتمدة انت بيبقى معاك سيفي قوي ولما بتدخل للهر انت تمام انت دلوقتي انا هم اقدم لك تحت في الدسكريبشن كورسات من جامعة هارفورد وكورسات من يوديميو كورسات من كورسيرا وكورسات من اتش بي فدي حاجات معتمدة خلاص لكن لو انت تدخله بشهادات غير معتمدة قوي كتير فده يدل يا دول انك حد حابب الحاجة دي وبتبحث عنها وشغوف بيها فده بيخلي الاتش آر يهتم بيك اكتر لكن برضو 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 بأكد الكورسات المعتمدة برضو مهمة وشهادات المعتمدة برضو مهمة وده انا موفره لك الهر ده بشكل مجاني في الدسكريبشن ما تنساش تبص علي تالت حاجة وهي القراءة لا 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 ما تتقلش كده تالت حاجة وهي القراءة بص يا سيدي القراءة حاجة مهمة سواء انت بتقرأ روايات او بتقرأ حاجة في المجال بتاعك القراءة شيء مهم جدا وتجميع البيانات شيء مهم جدا انت حد حابب تشتغل في مجال الاتش آر يبقى انت لازم تقرأ عن مجال الاتش آر وتجمع عنه معلومات مش بس كفية انك تاخد كورسات فيه لا لازم انت بنفسك تسعع وتدور على معلومات كتير في المجال ده لكن انا بقول لك روايات مثلا عشان اسلوبك انت لما تيجي تدخل اي مقابلة شخصية لازم اسلوبك يبقى حل من الحاجات اللي بتساعد ان اسلوبك يكون حلو وتكون لابق في الكلام هي القراءة سواء بقى روايات او كتب او اي حاجة لكن المهم تختار انواع الكتب الصح وتكون بتقرأ حاجة فعلا تفيدك وتأثر عليك بس هل القراءة مكلفة لا انا الفيديو ده اعمله لك عشان اوفر عليك كل حاجة في مكتبة مصر العامة وهي من المؤسسات الحكومية مكتبة مصر العامة انت ممكن تروح تعمل هناك اشتراك مش فاكر بكان بس يعني مش هيتخطى خمسين جنيه او اربعين جنيه في السنة مش فاكر بس هحاول تواصله معايا تحت هسيب لكم لينك صفحة الفيسبوك بتاعي تواصله معايا وهسألكم واللي عايز يعرف التفاصيل هتدله التفاصيل ازاي تعمل الكرنيه والعضوية وكل حاجة لكن الكرنيه ده بيسمح لك انك تدخل وتستعير وتقرأ بشكل مجاني لان معاك الكرنيه او ممكن بتدخل بتسيب البطاقة بتاعتك وبتقعد تقرأ فمكتبة مصر العامة من الحاجات اللي هتوفر لك كتير جدا جدا انك تجمع معلومات وتقرأ وكله رابح حاجة وهي التطوع والانشطة بص يا سيدي من الحاجات المهمة اللي بتفرق معاك جدا 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 وانت بتقدم في اي وظيفة انك تكون تطوعت في اماكن او دخلت في انشطة طلبية انشطة طلبية عندك في المرحلة قبل السنوية في حاجة اسمها اتحاد طلاب مدارس مصر بس دي انت لو دخلتها لازم تبقى فعلا عايز تفيد الطلبة لان دي في الاول والاخر تأمانة بتتحط على كتفك وفيه برضو في الجامعات اتحاد الطلاب في الجامعات الحاجات دي لما انت بتدخلها وبتاخد فيها شهادات وبتبقى حد كويس فيها يعني بتتقبل في وظيفة كتير لان بتعرف انك حد مرن وتفكيره مرن وبشتغل وبيروح وبيجي ونشيط وفيه حاجات خيرية زي الجامعيات الخيرية الكتيرة اللي احنا عارفينها وانصحك تدخل حاجة زي الهلال اللحمر لان الهلال اللحمر او الصليب اللحمر دي مؤسسة عالمية مش بس محلية فانت لو خدت فيها شهادة فالشهادة دي معتمدة دوليا فانت لازم تاخد انشطة طلابية او تدخل في حاجات تطوعية عشان هتفيدك جدا وهتقل السفي بتاعك جدا 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 خامس واخر حاجة معانا هي المنح انت دلوقتي واحد خدت كورسات كتير ودخلت انشطة طلابية سبت لك المنح في الاخر لان الحاجتين دول هما اللي بيأهلوك انك تدخل المنح انك تكون حد لبق وديك تسبناها من القراءة انك تكون حد اخد كورسات وعارف حاجة في مجال معين ده برضو بيفيدك تالت حاجة انك تكون دخلت انشطة طلابية وتطوع لان الحاجات دي بتكون شرط شبهة اساسي في المنح فانت دلوقتي لو عملت كل الحاجات دي ممكن تدخل منح ببساطة وسهولة وهسيب لك تحت في الديسكريبشن مواقع بتقدم لك منح كتير مجانية ممكن تدخل وتقدم فيها ولو عايزين حلقة مخصوصة عن ازاي تقدم في المنحة وازاي تتقبل في المنحة سيبولي تحت تعليق في الديسكريبشن سيبولي تحت تعليق وانا ما ليسيبو في تعليق ما علينا سيبولي تحت تعليق وانا هبقى شوف الموضوع ده وعمل لكم حلقة كاملة عن المنح لو لقيتكم حابين الموضوع ده قص بقى يا عزيز المستمع كل اللي انا قلت لك ده كان فرصة فرصة لإما تنتهزها وتكسبها وتخرج من الكلية بتاعتك وانت معاك السي في حرفيا انت مش قادر تشيله ويشرفك في اي مكان تقدم فيه او انك تضيعها وتنام وتسيب نفسك وتريح في الكلية وتسمع كلامهم وفي الاخر مش هتلاقي شغل او لو قدمت في شغل هيبقى منظرك وحش جدا جدا كواحد رايح تقدم في شغل وانت السي في بتاعك فاضي جدا وبمناسبة الفرص اللي لازم تنتهزوها هحكي لكم في الاخر قصة صغيرة تلخص لك كل ده بيلغتس وهو واحد من اشهر الناس اللي جات على الكرة الارضية وواحد من اغنى الناس اللي جات على وجه الكرة الارضية كان في حوار مع موزيعة فالموزيعة سألته هو ايه سر نجاحك اما طلع بكل بساطة شيك وام كاتب عليه مضى كده وقال له هتفضلي قلت له لا لا حضرتك في امتيني غلط انا مش قصد كده فقامت مكررة السؤال بس بشكل تاني اما طلع برضو شيك وام كاتب عليه ببيض وام عطهوله واما يللها تفضلي قلت له لا برضو حضرتك مصر تفهمني غلط فاما قطع الشيك واما يللها سر نجاحي هو اني بنتهز الفرصة وانت كان قدامك دلوقتي فرصة انك تبي اغنى موزيعة جات على وجه الكرة الارضية بس انت ضيعت فرصتك قلت له طب هل لو عدنا الحلقة او لو انا عدت السؤال هتديني الفلوس دي قال لها هجاوبك بعد للحلقة بعد ما الحلقة انتهت تطلع منديل وكتب عليه حاجة واندهولها وطلب منها تشوفه في الحمام لوحدة فدخلت الحمام بتاعها وبتبص على المنديل وفجأة برقت وتنمحت وما فهمتش ايه المكتوب قال لها انت في المرة الاولى ضيعت فرصتك انك ما خدش الشيك بتاعي فانت قدامك دلوقتي فرصة تانية وهي انك تتابعي طريق صادق وتتابعي كل الكلام اللي هو هنزله والفيديوات اللي هو عملها وما تضيعيش الفرصة دي والسلام عليكم